نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية مشاهدين أهلا بكم أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أمس عن اتخاذ خطوة جديدة في تحويله الطاقي من خلال تشغيل جميع قطارات البراق بالطاقة النظيفة ابتداء من فاتح يناير الجاري وأوضح المكتب في بلاغ له أنه يعمل على تفعيل انتقاله الأخضر بصفة تدريجية حيث يقوم بتعويض 25% من إجمال استهلاكه الطاقي بالطاقات البديلة ليرتفع إلى 50% سنة 2023 قبل أن يشمل هذا التحول على المدى المتوسط مجموع حاجياته في شاني الدول وفي خضم الأزمة السياسية في السودان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يعلن عن استقالته من رئاسة الحكومة وعن دواعي الاستقالة حمدوك قال في خطاب بثه تلفزيون الرسم السوداني إنه حاول تجنيب البلاد خطر الانزلاق إلى كارثة أنس بستا وتفاصيل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعلن استقالته رسمياً من رئاسة الحكومة حمدوك وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي أكد أنه بقراره هادا حاول تجنيب البلاد خطر الانزلاق إلى كارثة مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات كبرى أهمها العزلة الدولية والديون وتأتي استقالة رئيس الوزراء السوداني بعد حالة من الاحتقان التي تعيشها البلاد منذ التوترات التي شهدتها في أكتوبر الماضي عندما أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية دولياً دائماً أعلن البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي خلال مكالمة هاتفية أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بحزم إذا غزت روسيا جارتها الغربية تفاصيل أوفاف ورقة لحمزة الخدر العلاقات بين الروس والغربيين على صفيح ساخن بل وتزداد توتراً خصوصاً بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس أوكرانيا أعلن فيها بايدن عن وقوف بلاده مع الأوكران قائلاً إن أمريكا وحلفائها سيردون بحزم إذا غزت روسيا جارتها الغربية البيت الأبيض قال في بيان إن بايدن أكد أيضاً لزيلينسكي أن واشنطن تدعم حل الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية بما في ذلك المحادثات الروسية الأمريكية الرفيعة المستوى والمقرر عقدها في جونيف يومي التاسع وعاشر يناير الجاري كييف كانت قد اتهمت روسيا بتقديم دعم مالي وعسكري في النزاع الدائر في الشرق الأوكراني وهو ما تنفيه موسكو تماماً كما تنفي أي نية لغزو أوكرانيا وتقول إنها مهددة باستفزازات من كييف وحلف شمال الأطلسي الذي تطالبه بعدم توسعه في الجمهوريات السوفياتية السابقة ليبقى الحال على ما هو عليه إلى حين عقد محادثات بين روسيا وأمريكا لبحث هذا الملف وإيجاد الطريق يقود طولاً لحل حالته ديبلوماسياً في خبر آخر أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن نحو 846 ألف شخص أو ألف طفل في الفيليبين في حاجة إلى المساعدة بعد أن دمر إعصار راي منازلهم مؤتبرة أن استمراره طول الأمطار الغزيرة على المناطق المتدررة يشكل خطراً إضافياً من شأنه أن يبطئ جهود الإغاثة عودة مع حمزة الخدر لا تزال مخلفات الإعصار الأقوى الذي ضرب الفيليبيين ترخي بظلالها الثقيلة على البلاد وتفاقم من معاناة الفيليبينيين والذين قضى منهم أربعمائة وخمسة أشخاص فيما لا يزال 82 آخرين في عداد المفقودين الإعصار الذي أتى على الحجر والبشر خلف من ورائه ضماراً مهولاً وأطفالاً في حاجة للمساعدة بعد أن باتوا بلا صقف يأون إليه تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة تقول إن نحو 846 ألف طفل في الفيليبين يحتاجون للمساعدة في وقت تستمر فيه الأمطار بالهطول بغزارة على المناطق المتضررة ما يعني زيادة الخطر وإبطاء عمليات الإغاثة حسب المنظمة الأممية تقييمات فرق اليونيسيف التي تعمل بتنصيق مع الحكومة الفيليبينية في مناطق سوري جاي ديل نورتي وجزيرة سيارجاو وجزيرة ديناغات وجنوب ليتي وكيبو وبوهول تشير إلى أن الأطفال بحاجة إلى مياه الشرب الآمنة والصحة والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية من العنف إلى جانب ضمان استمرار التعليم بيان لممثلة اليونيسيف في الفيليبين أكدت من خلاله الوكالة الأممية أن الأطفال يعانون من الإسهال في المنازل والمستشفيات وبالكاد يتعافى آباؤهم القلقون من صدمة فقدان منازلهم وسبل عيشهم وفي خبر آخر ذكرت الوكالة الوطنية الماليزية لإدارة الكوارث أن سبع ولايات في ماليزيا تعرضت لفيضانات وتم إجلاء ألاف الأشخاص ليرتفع إجمال المتضررين جراء الأمطار الغزيرة في الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 125 ألف شخص صفي عثمان والتفاصيل سبع ولايات في ماليزيا تعرضت لفيضانات وتم إجلاء ألاف الأشخاص ليرتفع إجمالي المتضررين جراء الأمطار الغزيرة في الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 125 ألف شخص هذا ما ذكرته الوكالة الوطنية الماليزية لإدارة الكوارث في بيان وأضافت هذه الأخيرة أن بعض الولايات لا تزال تتعرض لأضرار جراء الفيضانات وأن 8,727 شخصاً يحتمون في 128 مركزاً للإغاثة وأضافت أن إجمالية 125,490 شخصاً تضرروا من الفيضانات على مستوى البلاد وتعد الفيضانات شائعة على السحل الشرقي لماليزيا خلال موسم الرياح الموسمية السنوي من أكتوبر ومارس من كل عام لكنه طول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي الذي بدأ في السابع عشر من شهر دجنبيرا الماضي أدى إلى نزوح الآلاف وتسبب في إجهاد خدمات الطوارئ الماليزية وفي فرنسا قال وزير الصحة أوليفي فيغان إن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت أو أثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19 ستنخفض من عشر إلى سبعة أيام أنس بستا والتفاصيل وزارة الصحة الفرنسية تقرر تقليص فترة عزل الأشخاص الذين طعموا بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19 من عشر إلى سبعة أيام فقط قبل هذه التعديلات كان يتعين على المصابين بالفيروس عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام في حين كان يفترض بالمخالطين لأي مصاب بالمتحور أوميكرون أن يعزلوا أنفسهم لمدة سبعة أيام كاملة على الأقل بينما كان يمكن لفترة العزل أن تصل إلى سبعة عشر يوما بغض النظر عن المتحورة خصوصا إذا ما كان المخالط يقيم في نفس المنزل مع شخص مصاب بالفيروس ويأتي هذا القرار في وقت أصبحت فرنسا سادسة بلد في العالم يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة وذلك بحسب بيانات رسمية وفي تداعيات جائحة كورونا على الأسواق العالمية سجل تسعار النفط مؤخرا تراجعا ملحوظا لكنها لا تزال تتجه صوبة تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ عام 2016 على الأقل مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن جائحة كوفيد-19 وقيود يتبنها المنتجون نعود مع أنس بوستا لا تزال أسعار النفط تتجه صوبة تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن جائحة كوفيد وأنهى خام برينت عام 2021 مسجلا زيادة سنوية بنسبة 50.5% وهي أكبر زيادة له منذ 2016 في وقت سجل خام غرب تكساس الوسيد زيادة بنسبة 55.5% في أقوى آداء له منذ 2009 حينما قفزت الأسعار بأكثر من 70% ولمست عقود الخامين أعلى مسوا لها في 2021 خلال شهر أكتوبر الماضي حينما سجل خام برينت سعر 86.70 دولار للبرميل وهو أعلى مسوا منذ 2018 في حين سجل خام غرب تكساس الوسيد 85.41 دولار للبرميل وهو أعلى مسوا له منذ 2014 ومن المتوقع أن تواصل أسعار الخام العالمية ارتفاعها خصوصا مع زيادة الطلب على وقود الطائرات إلى تركيا حيث تشكلت توابير من سيارات الأجرى وصل طولها إلى سبعة كيلومترات في اسطنبول بعد أن قامت الحكومة بتحديث عداد سيارة الأجرى المزيد مع صفية عثمان تشكلت توابير من سيارات الأجرى ووصل طولها إلى سبعة كيلومترات في اسطنبول بعد أن قامت الحكومة بتحديث عداد الطاكسي من خلال رفع أجرة فتح العداد وتم تعديل الأجرات الجديدة الصالحة اعتبارا من اليوم الأول من عام 2022 من قبل مركز تنسيق النقل من 5.55 ليرة تركية إلى سبع ليرات تركية وارتفعت تعرفة سيارات الأجرى بنحو 36% ويعاني الاقتصاد التركي حاليا بعد هبوط سعر صرف الليرة أمام الدولار العام الماضي وبعد تسجيلها تراجعا قياسيا على مدى أسابيع عدة تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف شهر دجمبر إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب أردغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا أن العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأمريكي منذ أسبوع رياديا فاز السائق والقطر ناصر العطية بالمرحلة الأولى من رالي ذكار التي قيمت في حائل ليعزز صدارته في الترتيب العام بعد أن كان الأسرع في المرحلة التأهيلية حمزة الخضر والتفاصيل انقشعت سحابة الغبار الذي خلفته عجلات سيارات المشاركين في رالي دكار لتكشف عن فوز قائد سيارة تويوتا هايلوكس القطري ناصر العطية بالمرحلة الأولى في حائل بالمملكة العربية السعودية ناصر العطية والذي سبق وأنحاز هذا اللقب ثلاث مرات قطع المسافة البالغة 333 كم متقدما بفارق 12 دقيقة و7 ثوان عن الفرنسي سباستيان لوب بطل العالم في سباقات الراليات لتسع مرات فيما خسر الفرنسي ستيفان بيتر هانسل حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في دكار خسر الكثير بعد تعرض سيارته إلى ثقب في إحدى إطاراتها وانتظر لساعات للحصول على المساعدة وبات يتعين عليه اتخاذ القرار بالاستمرار في السباق من عدمه وسيختبر الرالي العريق في نسخته الرابعة والأربعين قدرات وإمكانات المشاركين على التحمل مرورا بأروع المناظر الطبيعية والمناطق الأثرية في المملكة العربية السعودية في مسافة إجمالية تقدر بثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين كيلومترا منها أربعة آلاف ومائتين وثمانية وخمسين كيلومترا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت كانت هذه آخر مواد هذه النشرة ترقبوا أخبار أخرى من المغرب والعالم على الموقع الإلكتروني لقناة الأخبار المغربية انفاند كات تيفي شكرا على طبيعي المتابعة في عمال الله ترجمة نانسي قنقر